هنروح للسكواش عندنا لعبنا اللاعب النادي الاهلي يوسف سليمان كان عنده بطولة بيشارك فيها في الولايات المتحدة الامريكية بطولة بيستربرج البطولة دي الحقيقة هو نجح ان ياخد فيها مركز التالت الجميل انه الحقيقة خاد خطوة يوسف سليمان اعلى شوية انه طلع من قبل النهائي طب طلع من مين طلع من الانجليزي مروان الشرباجي وخسر منه بنتيجة تلاتة اتنين والحقيقة ده تحول كبير لأداء يعني يوسف ليه النهاردة وبيطلع من بطل احد ابطال العالم وبيخسر منه تلاتة اتنين في مباراة استمرت 74 ساعة يمكن 74 دقيقة يمكن يوسف سليمان احنا يعني من طبعين نتائجه هو طبعا ومصطفى عسل لعبنا في النادي الاهلي اول مرة يعني يوصل للمرحلة دي وحتى لما يخسر يخسر كده تلاتة اتنين فيوسف واضح انه عمال يعلى وبيقرب يوسف يمكن جاي من بعيد جدا بيقرب بيقرب وبيلقى رعاية كبيرة جوا النادي الاهلي فنيا طبعا ومحتضنين وفي جوا النادي الاهلي اتوقع انه لو استمر على المعدل ده ان شاء الله يقدر يوصل لترتيب عالي البطولة دي بالمناسبة مجموعة جوائزة 75 الف دولار بتتلاعبت الفترة من 7 ال 11 يناير اللي احنا فيه ترجمة نانسي قنقر